أنا بلاحظ في بعض الصفات في تشابه بين المسيحية والإسلام ولكن لما بتعمق في الموضوع أكتشف أنه طبيعة هذه الصفات تختلف كل الاختلاف بين المفهوم المسيحي والمفهوم الإسلامي وأنا طبعاً بتكلم بكل محبة بكل احترام يعني مفهوم الرحمة في الكتاب المقدس غير المفهوم الإسلامي مفهوم القداسة تكلمتي أنه الله قدوس بس مفهوم القداسة في المسيحية غير المفهوم الإسلام وهكذا في صفات كثيرة مشتركة ولكن فهمها أو عمقها لما بخود أكتر أو أعمق شوي بتلاقي أنه في اختلاف حتى بفهم هذه الصفات الإلهية لو أنا غلطان بليز يعني صححيني لا طبعاً ده في مفاهيم كثيرة جداً وأنا كنت كتبت بعض الدراسات عن اختلاف المفاهيم والعقيدة ومصطلحات مصطلحات بتستخدمها في الكتاب المقدس في زيها مثلاً زي مصطلح النجاسة ومصطلح القداسة ومصطلحات كثيرة جداً كنت تناولتها في دراسة معينة كنت كتبتها الفرق ما بين المصطلحات المسيحية أو الموجودة في الكتاب المقدس والمصطلحات الإسلامية وماذا يعني يعني دايماً المصطلحات في الكتاب المقدس ليها معاني روحية وليها عمق لكن الساعات بعض المصطلحات الموجودة في الإسلام ما بيبوش عارفين إيها معنى مثلاً يسألونك على الروح قل هو من أمر ربي ففي بعض المصطلحات هما مش قادرين يفسرها مش قادرين يفهموا هو إيه ده لكن إحنا عندنا نقدر أن نفهم من خلال الكتاب المقدس